طريق سريع أنجز مؤخرا ولم يبقى سوى أيام على افتتاحه أمام المواطنين هذا الطريق يربط سريع الدورة وقضاء اليوسفية ويمر بمناطق البعاثة وعرب جبور وحي آسيا والشرطة ورغم أهميته إلا أن سكان المناطق التي يمر بها خرجوا رافضين لافتتاحه بعد غلق جميع المنافذ التي كانت متاحة لهم للوصول إلى أماكن عملهم الجسر مصمم بالسنة 1982 مع الطريق بصراحة طرق وجسور نفذوا الطريق الرئيسي وتركوا هذا الجسر وجسر أهم من الطريق طبعا حتى يربط ناحية الرشيد بالقرى المجاورة إلى 15 قرية وانت شفت الحالة والتصوير الجسر يتحمل بعد 6 شهر يلا يكمل يعني ماذا أفهم شون طرق وجسور يعني تريد تفتح السريع وهو ما كامل وكل امتحانات هاي فترة من امتحانات وما يكررون امتحان مرة ثانية لو يفتحون طريق بديل إلا لأن البديل اللي يفاتحينها على السريع والسريع ما بيمنفذ لأن ما يقدروا يصعدون على السريع مرة ثانية لأنه إيهاب وإيابك هو أصلا مسدود السريع اللي رابطيننا عليه وهسا مننا همسة دينة ومنصف صفاتها ماكو ماكو دوام اليوم ما حدية السكان هنا طالبوا بتأجيل افتتاح الطريق وفتح جميع المنافذ المغلقة لحين إكمال الجسر الذي كان ضمن الخطة المرسومة فمن دون هذا الجسر قد يتعرض الأطفال والمواطنين إلى حوادث مرورية مميتة عند عبورهم الطريق السريع نحن موظفين دوائر خدمية ما قدرنا نصل دوائرنا لأن ماكو طريق مزودة طريق وقدرنا نروح مشي وتأخرنا على الدوام فنطلب بس يتأجل افتتاحية افتتاحية عمود يكمل الجسر فتشهر بس يكمل الجسر عمود بعدين فتحونا جسر المنفذ نقدر نمشي عليه الناس محصورة ما يقدر تصل تروح لعملها طلاب اليوم فترة امتعانات في السنة وعشرات من التلاميذ ما راح يقدروا يوصلون اليوم الشرائح كثيرة من الناس اليوم تعطلت عملها فلاح ما يقدر يوصل للسوق طالب ما يقدر يمتحين موظف ما يقدر يوصل نحن بالعكس هذا المشروع حيوي وكل الناس فرحانة بيه يعني يخدم العراق كله بس بالمقابل نحن لازم ما نعالج الخطأ بالخطأ يفترض قبل الافتلاح نوفر بديل هاي الناس حتى توصل وتوصل لمكاناتها والمناطق عملها ندى المرسوم من بغداد قناة دجلة